أهلاً وسهلاً بالجميع ومرحباً مجدداً في قناتكم التعليمية وهقد راجعنا مجدداً مع سلسلة جديدة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ومرحباً بالجميع وخاصة تلاميذ السنة الرابعة متوسط بالنسبة للفيديو تاليوم هو فيديو راح نبدأوا به السلسلة متعنا ورح نتعرفوا فيه على الدروس اللي رايحين نقرأهم يعني وش رايحين نقرأوا في الرابعة متوسط هذا الفيديو تقدروا أنكم تستعملواه تقدروا أنكم تهزوا الدروس هذوك وترحوا تقرأهم وأيضاً تعرفوا أهمة وش رايحين نقرأوا في هذا السيكوينس هذي بالنسبة للغة الإنجليزية تلاميذ الرابعة متوسط عندنا ثلاث أجزاء كما في اللغة الفرنسية عندنا ثلاثة لتاع البروجيه هنا عندنا ثلاثة سيكوينس يعني ثلاثة بلغة الإنجليزية بالنسبة لسيكوينس نمبر ون ها هي العنوان التاحة هو إذن وش معنها العنوان التاحة؟ العنوان التاحة راح يعطني نظرة عامة على وش راح نحضر في هذا السيكوينس هذي universal landmarks يعني المعالم العالمية and و outstanding figures in history literature and arts وايضا رايحين نتكلموا على الشخصيات البارزة في مجموعة من المجالات مثل الفنون الشعر والتاريخ عامة يعني بالنسبة للسيكوينس هذي راح نتكلموا فيها لازوش حوائش الجزء الاول واللي راح نبدو بيها للولا هي universal landmarks يعني المعالم العالمية او الاثار والمخلفات العالمية and وثانية اللي عندنا هي راح نتكلموا عن الشخصيات البارزة بالنسبة للشخصيات اللي راح نتكلموا عليها عامة هي شخصيات جزائرية واللي رايحين نركزوا عليها في الوضعيات الادماجية والعامة النصوصة هي عبارة عن شخصيات بارزة جزائرية كان لها كان لها تأثير كبير على الجزائر هذا بالنسبة للسيكوينس نمبر وان هذا العنوان انتاحة اذا قلنا زوج اجزاء الان رايحين نروحوا ل lessons lessons يعني الدروس اللي رايحين نقرأوهم في هذا السيكوينس هذي ما عندناش بزاف دروس عندنا غير هذة الستة الدروس اللي رايحين نركزوا عليهم رايح نقرأ لكم العناوين بتاع الدروس ورح نعطيكم نظرة عامة على وش هما هذة الدروس عندنا الدرس الاول اللي هو comparative of equality and inferiority وش معناها؟ معناها المقارنة بين المساواة واللا مساواة المقارنة بين equality اللي هي المساواة واللا مساواة اللي هي الانفيرياريتي وش معناها؟ راح نجيبوا زوج حوائش ورايحين نقرنوا بيناتهم سواء هذة زوج حوائش هذو equal يعني متساويين ولا ما همش متساويين مثلا عندي هنا يا هذو زوج هل هما متساويين؟ اكيد لا ما همش متساويين وراح نتعلموا مجموعة من العبارات اللي نقدروا من خلالها اننا نعبروا على المساواة اللي هي equality وعبارات نقدروا او روابط هنا نقدروا نستعملوها باش نعبروا على inferiority بالنسبة للدروس هذو كامل ان شاء الله راح ينزلوا على القناة عندنا ثانيا الدرس الثاني اللي هو active form and passive form active form and passive form هو عبارة عن درس قريناه بالزاف قلنا حتى في الابتدائي ولكن بلغة العربية اللي هو درس المبني للمعلوم والمبني للمجهول على سبيل المثال active form هي المبني للمعلوم مثلا نقوله احمد ate an apple احمد ايت an apple يعني احمد تناوله تفاحة الآن كنحولوه passive form وش راح نقوله راح نقوله التفاحة اوكلت من قبل احمد the apple is eaten by احمد اذن هذا هو active form وال passive form عندنا الدرس اللي بعده ولا الدرس الثالث اللي هو base adjectives and strong adjectives هذا الدرس نركز عليها عامة في الوضعيات الادماجية لانه هذا الدرس راح يعاوننا انه نكتسبو كلمات جديدة اللي نقدر نوضفوها في الparagraph والثقرات ويساعدنا في الوضعيات الادماجية وش هو هذا الدرس هو الصفات الاساسية base adjectives base والقصد بها الاساس base adjectives اللي هي الصفات الاساسية ما معنى الصفات الاساسية معنى الصفات العادية مثلا غاضب angry مثلا وحيد lonely alone strong adjectives هي الصفات القوية الصفات القوية يعني الصفات اللي يكون المعنى انتاحة اقوى من الصفات الاساسية والصفات العادية مثلا بدل ما نقول angry اللي هي غاضب نقول furious furious اللي هي احد strong adjectives يعني الصفات القوية والفرق بينها في المعنى يعني المعنى متاع هذه اقل من المعنى انتاح هذه هذي قوية في المعنى انتاح strong adjectives زل هي قلنا عليها strong adjectives هذا الدرس الثالث تعنا الدرس الرابع connectors used for description connectors الروابط اللي رايحين نستعملوها للوصف الان احنا مثلا نكون نعطينا نعيد مجي يقول لي فيها describe something يعني راح نوصف حاجة ولا عامة ان هذا الدرس نستعملوه الجزء الاول انتاحنا اللي هو universal landmarks اللي هو الاثار العالمية او المعالم العالمية عامة لانه هنا مثلا يعطي لي معلم يعطي لي مجموعة من المعلومات عليه ويطلب مني اني ندير وضعية ادماجية ولا نحرر وضعية ادماجية على هذا المعلم هذا اكيد راح لازمني اني نستعمل الروابط اللي من خلالها نقدر اني نوصف description اللي هو الوصف من خلالها هذا ولا هذا المعلم هذا الان الدرس اللي بعده قلنا expressing cause and effect راح نتعلم كيف ندير السبب cause and effect اللي هي النتيجة والعبارات اللي رايحين نستعملوهم كي نديروا مثلا جملة راح نعطي فيها السبب لحدوث هذا الواقعة او هذا الحدث نفس الشي مع effect هذا الدرس قريناه من قبل في سنة الثالثة متوسطة عندنا الدرس اللي يبعدو اللي هما consonant clusters عندنا consonants اللي هما نعرفوهم هذا الجزء الاول عندنا consonants اللي هما نعرفوهم لهم عندنا B C D وال vowels اللي هما ما همش ال vowels احنا في letters في ال الاحرف عندنا ال vowels وعندنا consonants عندنا ال vowels اللي هما الحروف اللي هما A E I الى الاخرها والاخرين اللي هما consonants كما B C D F الى الاخره clusters وش معناها معناها كيتلاقاو زوج consonants زوج حروف consonants اذا هما الدروس انتعنا عندنا ستة دروس رايحين ننكزو عليهم هذا الفيديو حبيت نديره لكم من قبل باش تعرفو يعني كيتدخلو ما تكونوش يعني تكون عندكم معلومة عامة على وش رايحين تقراو الان حبيت ايضا نتكلم على written expression يعني الوضعية الادماجية الان تكلمت لكم على فرد جزء الوضعية الادماجية والجزء الثاني رايح نتكلم عليها ذرك عندنا written expression ها هي عندنا ها هي written expression يعني التعبير الكتابي expression يعني التعبير كتابي اللي هو written يعني مكتوب جاية من كلمة write اي يكتب قلنا at the end of sequence number one في نهاية sequence رقم واحد we are going to write a short paragraph which is going to be a biography about someone في نهاية sequence رقم واحد رايحين نكتب عبارة عن short paragraph يعني فقرة قصيرة رايحة تكون نبذة حول شخص ما لان انا اتكلم لكم عامة في هذا الجزء على الجزء الثاني اللي هو اللي نتكلم فيه الشخصية البارزة او الشخصية الجزائرية و ذرك راح نتكلم لكم على universal landmarks عندنا اولا نشرح البيوغرفي النبذة او نبذة حول شخص ما قلنا a biography is a paragraph هي عبارة عن فقرة in which we describe someone's life هي فقرة نوصفو فيها حياة شخص ما كي نقولكم حياة شخص ما رايحين نتطرقو لبعض الاشياء مثل full name اللي هو الاسم الكامل تاع هذا الانسان هذا او تاع هذه الشخصية البارزة راح نتكلموا عن الانجازات نتاعه رايحين نتكلموا على مثلا الكتب اللي كتبها او الى نتاعه عامة عن الدراسة نتاعه النجاحات نتاعه الاسم نتاعه التاريخ الميلاد نتاعه الى اخر وعندنا ايضا in this sequence we are going to focus on famous algerian writers and influencers في هذا الجزء هذا اللي نتكلم عليه رايحين نركز على الجزائريين الكتاب الجزائريين المشهورين عذران الكتاب اللي هما writers and influencers and influencers يعني عامة اللي راح نتكلم عليهم في هذا الجزء هذا ولا في الجزء تا الشخصية البارزة هما الجزائريين المشهورين اللي كان عندهم التأثير او المؤثرين اللي هما influencers يعني اللي يأثروا على الجزائر بطريقة ايجابية اما بالنسبة universal landmarks هنا ملاحظة اكيد في الجزء هذا اللي نتكلم معليه في هذا الوضع المجيه هذي رايحين يعطيني معلومات يعني رايح يعطيلي مثلا هذا الانسان هذا او الشخص المشهور هذا ورايح وش يدير لي رايح يمد لي معلومات عليه يعني مش راح يخليني نتكلم عامة نتكلم ها هي نتكلم يعطيني الاسم للشخص ويعطيني معلومات عليه وانا نروح نكتب من خلال هذوك المعلومات الان عندنا الجزء اللول اللي يعطاهولي اللي هو الـ Universal Landmarks ها هوك الـ Universal Landmarks هنا في هذا الجزء هذا نفس الشي نفس الشي راح يعطيني الاسم معلم في الوضعية الإدماجية راح يعطيني الاسم ويعطيني معلومات عليه يعني مثلا المكان هذا المعلم بواش يتميز هذا المعلم الى آخره وراح يطلب مني اني ندير وضعية إدماجية حول هذا المعلم ومن خلال هذو الدروس والتعلمات اللي تعلمناها في الفصل الأولى في سيكونس نمبر 1 رايحين نقدروا بإذن الله تعالى نديروا وضعية إدماجية حول الموضوعين للزوج إذن بالنسبة لهذا الدروس بإن شاء الله كما قلت لكم رايحة تنزل على القناة إن شاء الله وأيضا بالنسبة للوضعية الإدماجية راح ندير لكم وضعيات إدماجية حول الجزئين يعني لهذا الزوج راح ندير لكم الـ Universal Landmarks يعني المعالم الشهيرة وأيضا ندير لكم على يعني الأشخاص البارزين في الفنون عامة أو في المجالات عامة أكيد الجزائريين وممكن أيضا نديروا أشخاص واحد أخرين عامة يعني ماشي جزائريين إذن هذا هو الفيديو نهار اليوم شكرا جزيلا على المشاهدة وبالتوفيق شكرا لكم سلام أمامة أمامة